انا في عندي بقى فاكتورز عوامل نروع عليها تريجرز بسيكل سيل كرايسيس والقلم اللي يكون مصحوب مع الكرايسيس دي العوامل دي اللي ممكن تدخلنا في الازمات وفي البين زي زي ديادريجر انجفاف زي الستيرس في ضغط العصر في انفيكشن العدوى العدوى تيمبريتشر تشينس التغييرات في الحرارة زي استحمام في حمامات السباحة زي تغيير درجات حرارة الجو زي سنو سبورت سيرادات الجريد الطيران الدورة الشهرية ممارسة الجنس التمارين الرياضية اللي هي بيكون عنيفة شوية الحاجاتي كلها ممكن تدخل مريض السيكل سيل في الازمة وفي الالم طيب احنا عندنا ازمات في الازمة اللي هي مشهورة جدا اسمها يعني بتتقفل بالسيكل زي ما احنا قلتنا ان في الصورة بيكون كيف وفليكسبول وتقدر تعدي اما السيكل بنقول عليها والشكل بتاعها مخليها مش تقدر تعدي في اتوقع انها تقفل بازو اكلوسف اكلوسف يعني تقفل ثم تقلنا ان بلاكسبضاي الواصل للتيشوس تعملنا ألم نيكروزيس موت للخلايا ممكن تؤدي لأورجن دامس زي ما قلنا يتبوز الاعضاء طبعا مهمة قوي ان احنا في الحالة دي تناخد ايه حاجة الانجسك يعني مسكنات ممكن تبقى مسكنات يعني شديدة جدا انواع مختلفة من المسكنات ومن الادوية اللي تحاول تهديدي الازمات بتاعت البين اكتر من نوع من الانواع الادوية يعني بنحصرها في كلمة انالجسكس اللي هي مسكنات طيب ابدومنال كرايز لو انا حبيت اركز على الابدومن نفسه يعني مريض ممكن يشتكي ايه في الابدومن ممكن يشتكي من حاجة اسمه سيكوستريشن كرايز سيكوستريشن كرايز دي ازمة اللي هي ممكن ان السيكل سليدي تتحوش في السبلين تتحشر في السبلين فهتعمل الالجمت يعني السبلين يكبر في الحاج طبعا بلط لما بيتحوش في السبلين في التحار ممكن يعمل هايبوفوليمك شوك يعني كل الدم في التحار فمافيش دم موجود في الاطرار فممكن يحصل صدمة عصبية شوك بالور الشحوب لا تيجد الانيمية اللي هتحصل بسبب كل الأربوسيز محرورة في السبلين طيب الى ازمة التانية كنا كلمنا عليها من شوية اللي هي بازو اكليوسيف كرايسيز انسيدات للقواعد دموية بتاعة الليفر ممكن تبوز للليفر بتعملي دامش او بنقول عليها مايكرو انفركت يعني حتة صغيرة من الليفر بتبوز بتموت الكيدني نفس الكلام حتة صغيرة تموت فيعمل مايكروسكوبك هيماتوريا يعني دم نازل فيه اليورم بس ممكن مكونش متشاف بالنظر ممكن محتاج انه يتشاف تحت الميكروسكوب او جروس هيماتوريا اللي انا لسه بقول عليها من شوية انه بقى دم في البول متشاف بالنظر بروتينوريا يعني فيه بروتين في اليورم نتيجة ان الكيدني حصل لها دامش فبالتالي البروتين ده ممكن يعملي بقى في تيربيت يورن والاسبرين ممكن يبقى انفركت ويضمر بنقول عليها اوتو سبرينيكتوني يعني اكيني شلت الطحال ولكن ليس بعملية جراحية لأه ده نتيجة الانسيدات بقاللي من حجم الاسبرين سبرينيكتوني اشتركوا في القناة